كل واحد ضمن تخصصه بيميزه عن غيره أنه بيشتغل بس بقسم بتخصصه هو وهي تشمل جميع التخصصات بداية دكتور غسان لو سمحت تحكي لنا عن القسم بشكل عام يعني ما الذي يميز هذا القسم ونعرف بجوز خلال هاي الفترة الموضوع الصحي هو الشغل الشغل لكل العالم فأكيد يعني أنه نتطلع برؤية أقرب شوي على الأقسام وعلى الأشياء الصحية يعني موضوع مهم بالنسبة للناس كلها في هاي الفترة أول شيء الله يصبحكم بالخير أهلا وسهلا ثاني شيء شكرا على استضافة وثالث شيء الله يحمل جميع يا عرب الله يشفي المرضى على الظروف الصعبة اللي عم يمشي فيها اللي قبل ما أبلش على شو اللي بيميز القسم بس بدي كلمتين صغار بالنسبة شو اللي جاب القسم على المستشوى ومين لعمل القسم هيتطلع حد دكتور غسان خياط الحقيقة على نظرته على إنشاء مركز كامل اللي بيشمل جميع التخصصات وجميع الفروع اللي بتخص بجراحة العظام والمفاصل ويدعمها قسم الروماتيزم نعم فعمل جهد كبير بالفترة اللي كان فيها مدير الطبي والمدير للمستشفى العبدالي وبالفترة اللي هو كان بيأسس مستشفى العبدالي هو أحد المؤسسين الرئيسيين نعم فنتشكره على المجهود هذا بعد مرور سنة ونص على المجهود الكبير اللي حطه الله يعطيكم ألف عافية جميعا فيعطي ألف عافية بالفعل شي بيميز هالشي هذا بيميزه عن غيره شو المميزات؟ أول شي قسم العظام يشمل جميع التخصصات الفرعية بقسم العظام فكل واحد ضمن تخصصه بيميزه عن غيره إنه بيشتغل بس بقسم بتخصصه هو نعم وهي تشمل جميع التخصصات جراحة الأطراف العلوية جراحة الأطراف السفلية جراحة القدم جراحة اليد جراحة العمود الفقري جراحة الإعدام الأطفال اللي تشمل جميع الفروع بالتخصصات التخصص جراحة الإعدام والمفاصل وأمراض الروماتيزم نعم هاي أول ميزة الميزة الثانية كنا منشتغل تحت ثقف واحد بطابق واحد عيادات واحدة واشتركة اللي فيه سهولة التواصل بين شخص وآخر جميل والتواصل بيكون عن طريق كل مصلحة المريض يعني لا يتردد أحد من أنه يدخل على دكتور تاني يستشيره بأمور تتعلق بالمريض بدون أي تردد نعم إذا هذا الشيء هذا برجع لمصلحة المريض الميزة الأخرى اللي كمان يتميز فيها هالفريق هذا إنه تحويل من شخص مريض من طبيب إلى آخر دمن تخصص الطبيب الآخر نعم نعم يعني إذا إجاني مريض عنده خشوني بالركبة وفشل العلاج التحفظي وبحاجة العملية لا أتردد إطلاقاً أقول له فيه شخص أفضل مني اتفضل عنده بالاتفاق مع المريض بشرح للمريض سبب التحويل للدكتور تاني نعم دكتور خياط مثلا اختصاصه هالشي هذا ففي ميزة إنه تعطيه أفضل علاج من الشخص المختص بهالموضوع والعكس صحيح الميزة الأخرى إنه بيشتركه عادة بأغلب الأحيان أو ببعض الأحيان خلينا نقول بيشكره أكتر من جراحة واحد بعملية لشخص معين نعم وهذا بيكون في راحة للطبيب نفسه إنه في رأي تاني معه بالعملية في حال يحتاج إلى تغيير الخطة وبيرتاح فيها المريض أكتر بالنسبة لنتيجة العملية نعم الميزة الأخرى نحن بنجتمع كل يوم كل مرة بالأسبوع نعم مرة وأكتر لبحث بأمور الحالات الصعبة الحالات بدأة أكتر من رأي واحد نعم حالات الكسور حالات الأشياء اللي بدها أكتر من رأي واحد نعم والإجماع بيكون بالخطة العمل أو خطة العلاج جميل بتكون من الإجماع الجميل نعم نعم يعني هو صراحة توجه طبي إحنا بنفتخر فيه بيئة المملكة وعلى الصعيد أيضا الإقليمي دكتور خياطيما يتعلق مثلا إذا بنا نحكي عن أكثر الحالات شيوعا اللي هي مثلا ألم الركب المزمن للأشخاص اللي عمرهم فوق الخمسين أنا بيعرف كتير أشخاص بيتجنبوا يروحوا عند الدكتور بيتجنبوا التشخيص بيخافوا من فكرة علاج استبدال الركبة إحنا هلأ وصلنا لمرحلة فيه تقنيات جديدة تشخيصات أدق طبعا فعن هذا السيناريو تحديدا شو ممكن تخبرنا؟ الآلام الركبة في الأعمار اللي فوق الستين والسبعين مش كلها بتكون لها علاقة بالخشونة آلام الركبة ممكن تكون من أربطة من عضلات نعم ممكن تكون من تمزق وضروف وممكن طبعا تكون من خشونة ففي أسباب كتير لألم الركبة مش بس خشونة طبعا مش كل إشي جراحة يعني بجوز من المرضى اللي بشوفهم 5% منهم بس بحتاج إشي جراحي طبعا بدنا نفرق بين إشي علاج تحفظي وعلاج جراحي العلاج التحفظي حسب الحالة إذا كانت وتر أو عضلة أو إلى آخره فالتشخيص حسب الحالة والعلاج حسب الحالة طبعا في علاجات تحفظية غير جراحية ممكن تكون علاج طبيعي ممكن تكون مشدات خاصة خاصة لحالة المريض نعم وإلى آخره بس يعني أنا بنبه أنه في أسليب علاج غير علمية إبر معينة أو إشي غير علمية فبتمنى أنه الناس برضو تقرأ بإشي علمي أنه قبل ما تروح عليه فجواب سالك نعم هم بيخافوا يجوا أو بشكل عام المرضى أنا بيخافوا روح عند أي دكتور إذا تبتكي تداخل الجراحي لا يتعدى الخمسة بالمية فهذه كمان ممكن نسبة تطمن المرضى حتى المريض اللي عنده خشونة بنعمله إشي سكورينج سيستم أوكسفورد نيسكور فانكوفر نيسكور بنوع نسأله أسئلة كتيرة بنعطيها علامة هاي العلامة اللي بناخدها تتبرمج لإشي إنه هل بده جراحة أو لا فمنشوف المريض كيف بيطلع على طاولة الفحص وبنزل فمش كل مريض خشونة بده عملية إذا المريض يحتاج عملية هلأ التقنيات حديثة نعم فيه عدد نعمل سابفاستس أبروتش أو منقصش عضلات إلى آخره فيه طرق معينة لعدم إصابة الأربطة وإشي أثناء العملية ومنشي مريضنا تاني يوم فحتى التقنيات هاي فيه تحديث مستمر نعم وبتتحد يعني فطبعا حسب حالة المريض نعم وإذا حتاج يعني فيه تقنيات حديثة وفيه كتير أنواع مفاصل كل مريض إلوه إشي معين ما فيه مفصل للجميع جميل جدا دكتور حيدر ننتقل لحضرتك موضوع الإصابات اللي بتنتج عن السقوط مثلا خصوصا عند الأطفال منظم يعني أطفالنا بسقطوا عن الدراجة مثلا الهوائية أثناء اللعب كرة القدم على الدرج كل هاي الحوادث الأحيانا تكون بسيطة أحيانا خطيرة كيف الأهل يتعاملوا معها كيف أنتو بتتعاملوا معها حلما تصل لكم صباح الخير سألكم وشكرا لإستضافتكم دائما نحكي للأهل يعني والأهل هم الناس اللي موجودين حوالينا فعليا أهم الأولوية دائما أن كنتم لا توصلوا لنا محافظة على الشغلات البسيطة اللي لازم يستعملوها في حماية أطفالهم من ناحية من ناحية معدات أو أجهزة بتخليهم أقل عرضة للسقوط وحماية مفاصلهم أو استعمال الأحذية أو الألبس المناسبة في استعمال الرياضات المعينة أكيد فيه يعني أجهزة إحنا دائما نخاف منها زي مثلا ترامبولين زي المانكي بار زي يعني هاي الشغلات اللي بتنتج عنها إصابات عالية ودائما منحذر كمان من القائمين بالعمل بهذه المحلات أن يوفروا هاي الإجراءات الاحترازية صراحة قبل ما يوصلوا لنا أي طفل معرض طبعا بالذات الميلز أنه ينكسر فيه على الأقل بين 40% ل 60% بعمره أنه يصير فيه عنده كسر قبل ما يصير عمره 16 سنة والبنات أقل شوية الله يحفظهم نحن بنحب دايما أنه قبل مريض ما يوصلنا على المستشفى أنه يكون على الأقل ما أخذ القدر الكافي من مسكنات الألام بحيث أنه نقلل من الأوجاع وهاي كمان برضو بتساعد الطبيب اللي بتعامل مع هاي الإصابات أنه ما يفوت في مواجهة مع الطفل ومع أهله بسبب الألم التعامل مع الأطفال صراحة يعني له خصوصية وفقط مش فقط الخصوصية في التعامل البيهيفير أو السلوكي برضو كمان التعامل مع الكسور اللي بتنتج يعني أي حركة خطأ بإسعافه بالضبط هاي واحدة من الشغلات طبعا والعقابيل أو خلنحكي الكونسيكونسس تبعت الإصابات عند الأطفال مختلفة نعم عن الكبار بتأثر فيها على النمو بتأثر فيها على طريقة المشي في المستقبل فإحنا التعامل مع الأطفال بحتاج صراحة لطبيب متعود خلنحكي في التعامل مع هذا الطيف من الإصابات والتعامل معه ما بعد الإصابة نعم من مضاعفات أو من مشاكل قد تحتاج إلى أنواع مختلفة تماما من العلاج مش متعودين عليها حتى دكات أطباء العظام العامين نعم والله خليلكم يا رب وإحنا رح نحكي كمان كيف نتعامل مع هالأطفال ومكملين بحوارنا فيما يتعلق بالقسم الخاص للعظام والمفاصل في مستشفى العبد اللي رح نشوف مع بعض فيديو نكمل حوارنا أيضا رح نفتح المجال الاتصالات لكل حابب يسألنا فيما يتعلق باختصاصات أو بتفاصيل العظام والمفاصل نحن في مستشفى العبدالي معكم عند حاجتكم للعناية الطبية الطارئة حيث أن قسم الطوارئ جاهز خدمتكم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من خلال كادر أطباء وممرضي الطوارئ المختصين وعند معاينة حالتكم يقوم أطباءنا الاستشاريون من مختلف الاختصاصات بالتشخيص والعلاج تحت صقف واحد لأعلى مستويات التكنولوجيا والرعاية بمساعدة الممرضين المتمرسين لضمان سلامتكم وراحتكم للحالات الطبية الطارئة اتصلوا بنا على هاتف 06-510-9999 نقبل مختلف شركات التأمين إذن أكيد نحن متواصلين معكم في هذه الفقرة هناك أرقام الهواتف موجودة على الهواء أمامكم مباشرة أسفل الشاشة أي شخص حابب يستفسر من الأطباء عن أي موضوع يخص الإعظام أو جراحة الإعظام أو يخص موضوعنا اليوم أهلاً وسهلاً بكم بالتأكيد تقدروا تحكوا معنا يعني وتستفسروا من الأطباء يعني كمان في ملاحظة يعني مهمة حابين نوهل إليها أنه الفريق في القسم ما شاء الله كبير كثير يعني سبع أطباء فأكيد الإشي اللي حكي عنه الدكتور غسان من ناحية التعاون كفريق من ناحية الاستشارات اللي ممكن أكثر من طبيب أنه يكون مشارك في الاستشارة هذا أيضاً إشي مهم جداً نعم برضه زي ما حكى هيثم لما نحكي التكامل والتكاملية هاي مهمة فيما يتعلق بسرعة التحرك في موضوع الكسور تحديداً نعرف قديش بيكون حساس وخصوصاً لا كبارستان هوندي أسألك عن حالة شائعة دكتور خوري فيما يتعلق بمنطقة الرقبة الأكتاف المشاكل والأوجاع اللي بتكون فيها متى تستدعي الذهاب أصلاً إلى المستشفى وهل مرات المسكينات هي الكافية أو كثرة المسكينات ممكن تكون خطأ مشاكل الرقبة والكتف قريبين كتير عباط يعني صعب أنه أحياناً الواحد يفرق هالمشكلة من الرقبة أو مشكلة بالكتف وعادةً الأوجاع إذا كانت أوجاع حادة أو فجأة بدون سقوط أو بدون إصابة عادةً الأوجاع اللي اللي عضلية البحثة ما بتستمر أكثر من 3-4 أيام وممكن استشارات على التليفون بيستفسر الطبيب عن بعض العوارض لهاشي هذا وممكن بعض المسكينات ملينات العضلات المسكينات بتروح إذا ما راحت بعد 3-4 أيام أو إذا صار فيه عوارض أخرى تضاف على العوارض الأساسية وهون يجب استشارة الطبيب حتى يعرف هل المشاكل جاي من الرقبة أو جاي من الكتف وتستدعي علاجات أخرى بناءً على الفحوصات الشعاعية إذا طلب العمل نعم نعم جميل جداً دكتور غسان كمانا من يسأل عن موضوع التعامل مع الكسور يعني أحياناً إذا تم التعامل مع الكسور بشكل خاطئ ممكن أن يؤدي لموضاعفات ويمكن يؤثر على حياة الإنسان في مبعض خصوصاً عند كبار السن شو بتحكينا عن هذا الموضوع تحديداً؟ كيف تتعاملوا في الطوارئ مثلاً عند حدوث الكسور عند كبار السن وعند الأطفال مثلاً وعند كل الناس؟ طبعاً إحنا العناية بالمريض تبدأ من لحظة الاتصال التلفوني لما حدا يحكي مع الطوارئ بمستشفى العبداليم نحرك أمبلنس نعم وكون فيه ستاف مهيئ ومدرب لكيفية استخلاص المريض أو إخراجه من منطقة المصاب فيها نعم ومدرب حتى إنه كيف ما ينقذ المريض بزيادة سواء كان عمود فقري أو كسور أخرى هلا إحنا كسبع جراحين نشتغل مع بعض بس إحنا عشان التباعد مش كلنا هون متعاون مع بعض إحنا كلنا جراحين كسور وكل واحد فينا متخصص في منطقة معينة لما تيجي حالة على المستشفى عادة أو إشي كل واحد متخصص في إشي معين فيها وإحنا ما عنا مشكلة أو دائما نعمل كونسورتيوم وإشي أنه ندرسه مع بعض فنتباحث بالحالات بذات الحالات الصعبة هلا اللي بدعو إله الناس إنه أغلب حالات مثلا كسور الورك بتحدث في البيت هلا عم بعمل استودي تقريبا 92% من كبار السن بيكسروا الورك بالبيت وأغلبهم بالحمام من هذا المنبر ومن تلفزيون كن بناشد الناس إنه الواحد يزور بيت أهله ويدير باله من سجادة بتزحلق سلك إضاءة مش كويسة مريض ما بيشوف بالتعتر حمام مثلا بزحلق فواحد يحط حاله محل للأهل ويدرس البيئة الوقاية دائما خيره من الأهل نعم 100% إحنا بنحاول يعني بالوقت المتبقي القليل في عنا اتصالات ولكن سريعا دكتور حيدر إذا عم نحكي عن إصابات بليغة للأطراف عند الأطفال هل ممكن يرجعوا لوضع من طبيعي بنحكي 100% وخصوصا نحكي إنه كسر الكبار غير كسر الصغار بتجبر برجعوا برجع عدمهم يبني قديش دقيقة هاي المعلومة زي ما حكينا بالأول الكسور عند الأطفال مختلفة إنه المشاكل التي تتطب عليها هي مشاكل طويلة المدى ويكون التعامل معها على هذا الأساس بحيث إنه إذا كان في أي درجة من الإعاقة لا سمح الله إذا صارت إنها تتعامل معها في المستقبل سواء بالتعديل أو بالتعايش معها إحنا عنا بالمستشفى بطريقة التعامل زي ما تفضل دكتور غسان من لحظة وصول المريض للمستشفى الإمكانيات الموجودة للتعامل مع الأطفال عنا كافية بحيث إنه نمشي في خطوة بخطوة تدريجيا بالطريق الصحيح إن شاء الله للتعافي الكامل إن شاء الله بدون من سبب أي مضاعفات خصوصا بعد الطوارئ أو حتى بعد التعافي من الإصابة بالعلاج الطبيعي أو في المراكز اللي إحنا نتعامل فيها مع الأطفال في الإصابات بسبب النمط السلوكي أو بسبب أي نعم نعم مية بالمية دكتور طبعا إحنا في معنا اتصال الأخترانية أول إشيء أهلا وسهلا فيك يسبع الخير السلام عليكم عليكم السلام يسا صباحك يا عيثم الله يخليكي أهلا وسهلا صباحك تفضلي صباحك يا دانا حبيبتي حبيبتي سعد صباحك تفضلي الله يسلمك يا ربو تحياتنا لدكاترا ما شاء الله عليهم بارك الله فيهم حبيبتي رانيا سؤال كسريا حبيبتي دكتور حيدر بعد إذنك معلش أسأله بنسبة لعندي بنت عمره 15 سنة عندها تشوه بالعظم الإبهام يعني شوية هو هذا الشيء يعني مش تشوه هو شيء يعني كأنه شائع في كثير وشفت المجتمعنات إنه الإبهام شوية عنده فيه عيوجاج فمش عارفة أنا والله يعني عملت لها أكثر وقالوا لي أنه لازم عملية فمش حابة صراحة عرضها لسيرجري صراحة فمش عارفة يعني الموضوع ميجر ولا ممكن أنه يتعايش إنسان ما عادل ألف سلام عليها رانيا الله يسلمك رح نسمع الإجابة من الدكتور شكرا شكرا معنا فاطمة سباح الخير فاطمة صباح منون حبيبتي يسعد صباحك تفضلي سؤالك فاطمة للأطباء أنا وقت مرة على ركضي وعملت عملية العملية لحد الآن بعمل وعملت علاج طبيعي وباخد أجلية بحجلي لسه لحد الآن مش مستاحة العملية كانت في الإجر؟ أه باللغة كانت تصليح غدروف برجوك بتحديدا نعم عملية إيش يا أختي؟ تصليح غدروف تصليح غدروف أوكي ولسه في مشاكل من هذه العملية أوكي فاطمة تمام تمام ألف سلامة شكرا شكرا لاتصالك أوكي السؤال الأول لدكتور حيدر فيما يتعلق برانيا بنت عمرها 15 سنة في مشكلة بالإبهام بحسب ما فهمنا من الأبهام ألف سلامة عليه إن شاء الله هسا العمليات اللي بنستعملها لليد تعديل الأصابع هي عمليات دقيقة صراحة ومهمتنا فيها أكثر شيء بتعتمد فيها على وظيفة اليد بهمنا كثير نعرف قديش من الوظيفة الموجودة بالإيد متمكنة فيها بحيث أنه إذا كانت الوظيفة كويسة مرات إحنا ما منحتاج نعمل عملية أسا طبعا بدك نفرق طبعا إذا كانت الأخترانية حابة أنه مثلا بس عشان إذا في أسباب أخرى غير الوظيفة ممكن عشان الشكل أكيد ممكن تلعمل العمليات لأجل المحافظة على شكل معين أو على تقديم معين بس هذا القرار ما بيكون يعني بدون نقاش وفحص دكتور رحسان بالنسبة لأخت الآخر نحنا بجوز ظل معنا دقيقة أو دقيقتين للفقرة أوكي الأخت فاطمة اللي عملت عملية تصليح وظروف وبجوز قصة استقصال أو تنظير ركبة أو شيء ولا زالت تشعر بألم أعتقد أنه طبعا لازم أشوف صور أشعة في أحيان بيكون غضروف مع خشونة أو غضروف مع مشاكل تانية بنصحها تحاول تاخد بنصحك يا أخت فاطمة تاخدي جلسات علاج طبيعي من أمكان بنصحك تسوي ماشي مثلا نص ساعة باليوم عرض مستوية ماشي الأجهزة إذا في خشونة بضر الرقبة والمريض يمشي عرض مستوية وتاخد مسكنات بسيطة بنادول أويش نشوف إذا بتستفيد وإذا بدأ أي شيء يعني ممكن نحاول نساعد في أي طرق 100% يعني بتشرفنا في حضراتكم اليوم طبعنا العزيزين أهلاً وسهلاً فيكم نتشرف كمان أيضاً في مستشفى العبداليل بصرح طبي كبير ووطني وشكراً جزيلاً لكم نتشرف دائماً في دنيا دنيا أنه دائماً نطلع على آخر التطورات الموجودة عندكم أهلاً وسهلاً فيكم شكراً لكم مرة تانية نورتونا أنا بدي أشكركم على استضافتنا وبيدي أترجى الناس اللي تطلع في الخارج أو بتروح على المستشفيات أو بالمولاة إنها تلبس كمامة طريقة صحيحة نعم أنا بعرف ما إلو علاقة بقسم العظام مهم طبعاً بترجىهم يعني تغطية الأنف بطريقة جيدة لمصلحة الناس ومصلحة الوطن الله يعطيكم العافية شكراً جزيلاً الله يعطيكم رميعاً شكراً لحضوركم معنا